اليوم العالم جميع يسأل أنت من توقع زلزال تركية قبل أيام من حدوثه وفي الأمس القريب توقعت زلزال المغرب واليوم نقل عنك ولا أعرف إذا كان ما نقل صحيح أو لا أنه خلال 19.20.21 يعني الليلة غدا وبعد غد سيكون هناك كوارث طبيعية تهدد كوكب الأرض حسب استفاف الكواكب هل هذا التوقع صحيح وإذا كان صحيحا ما لديك من تفاصيل تعطين إياها إذن اليوم هناك موقع مهم جدا للكواكب نعرف أن الأرض بين الشمس ونبتون وهي تقارب بين هذه الكواكب ونرى أيضا أن ذلك فينتج عن هذه الأنشطة الزلزالية إذن من الصعب أن نتوقع بالتأكيد لأن ذلك يعتمد على القشرة الأرضية وعلى التوترات في هذه القشرة إذن عندما تصل الكواكب في هذه المواقع المحددة مثل اليوم هناك احتمال مرتفع جدا من الأنشطة الزلزالية هل هذا التوقع يشمل مناطق معينة بحسب رأيك أو هو في العموم يعني هل تتوقع أن تحدث هذه الزلزال إن حدثت لا سمح الله في منطقة معينة من الأرض أو لا تستطيع تحديد تلك المنطقة إذن من الصعب جدا أن نحدد الموقع المتأكد من وقوع هذه الزلازل إذن نحن نعتمد على التقلبات الجوية وهناك إذن هذه التقلبات في الفضاء الجوية وأيضا استطعنا أن نتوقع حدود الزلزال في المغرب وقد حددنا المنطقة القريبة من المغرب في 30 من أغسطس إذن نستطيع أن نحدد بالتقريب أين المنطقة حيث سيحدث الزلزال القوي ولكن ليس لدينا دائما نتائج محددة من هذه التقلبات الجوية إذن يمكن أن يكون هناك زلازل قوية ولكن لنعرف أين ستقع هذه الزلازل يعني عندما يتحدثون اليوم أن منطقة الشرق الأوسط معرضة لزلازل قوية هل توافق الرأي حول هذا الموضوع أو لا نستطيع أن نحدد إذن في الإجمال كل منطقة معارضة للزلازل في العالم يمكن أن تتعرض لهذه الزلازل الكبيرة وإن الممكن أن مع مواقع الكواكب المهمة التي نشهدها من اليوم هناك تجمع لهذه الزلازل قوية وربما تصل إلى قوة ستة أو حتى خمس درجة ويمكن أن ذلك يكون مؤثراً ومدمراً هذا الذي حصل في المغرب في السابق الذي أدى إلى مقتل عشرة ألاف الأرواح ويمكن أنه يؤدي ذلك إلى زلزال قوي جداً بكوة ستة حتى سبع درجات ولكن من الصعب أن نعرف كبر هذا الزلزال أو هذا النشاط الزلزالي ولكن بالإجمال مع هذا التجمع الزلزالي يرتكز على هذه المواقع الأساسية للكواكب نعم بالنسبة لمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان في الأردن في مصر في فلسطين على هذا الخط المباشر الذي دائماً هناك رعب بين السكان هناك من أن يحدث زلزال مدمر كما يقال هل لديك أي تصور لشيء ما قد يحدث على هذا الخط الزلزالي؟ من الصعب أن أقول حتى الآن ليس لدي أي شيء يؤكد أن سيكون هناك زلزال قوي في شرق الأوسط بالتأكيد ليس هناك أي شيء يؤكد لكن في معظم الأوقات نحن على حق ولكن أيضاً ربماً لا يحصل هذا الزلزال لا أحد فينا يمكن أن يؤكد أن زلزال سيحدث مجدداً ليس لدينا أي شيء يؤكد أن هناك زلزال قوي في شرق الأوسط مجدداً نحن نعتمد على التقالبات الجوية وحتى الآن ليس لدينا أي شيء يشير إلى ذلك لماذا دائماً هناك تشكيك في معلوماتك؟ يعني البعض وليس البعض إنما معظم العلماء علماء الفلك وعلماء الزلازل دائماً يقولون أن هذا الكلام هو عار عن الصحة هذه التحليل عارية عن الصحة إنها مجرد صدف يعني تحصل معك وليست معلومة لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم في أي وقت وفي أي مكان قد يحدث زلزال فكيف ترد على من يشكك في معلوماتك وتوقعاتك؟ إذن قبل عشر سنوات عندما اكتشفت أن هناك علاقة بين مواقع الكواكب والزلازل القوية قد اكتشفت أن ليس هناك أي بحوث علمية التي قد أكدت أو لم تؤكد تأثير موقع الكواكب إذن العلم يقول أن هذا غير معقول ولكن ليس لديهم أي أبحاث تؤكد هذه المعلومات التي يقدمونها إذن هذا مصير الاهتمام إذن قد كنت بإجراء هذه الأبحاث المعمقة والجميع يمكن أن ينظر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا المتعلق بالمعلومات الإضافية حيث هناك تحليل واسع عن الأبحاث التي قمنا بها لماذا بدأنا بذلك وكيف وبالإجمال عندما أتكلم مع العلماء وأتحدث معهم عن الأبحاث التي قمنا بها ويمكن رؤية ذلك على الموقع الإلكتروني يتجاهلون هذه الأبحاث المعمقة ويقولون أن هذا غير معقول ولكن من دون إجراء الأبحاث والتحليل الإضافية ولكن أنا أعتقد أنه يجب إجراء هذه الأبحاث المعمقة والنظر في هذا الموضوع لأن من خلال أبحاثنا نعرف أن مواقع الكواكب لديها تأثير كبير على الأنشطة الزلزالية